أعلنت المطربة شزا انفصالها عن زوجها ليتفاعل مع رواد معوقع التواصل الاجتماعي ومتابعوها وجمهورها بالدعاء لها بأن يعودها الله بالأفضل خاصة أن الأمر جاء بعد تقديمها عدة ألبومات غنائية نالت أعجاب الجمهور ولدت شزا في 31 يوليو عام 1984 وعاشت طفولتها في محافظة الشرقية والتحقت بأكاديمية العبور الخاصة وحصلت على شهادة إدارة الأعمال وبدأت مشوارها الفني وهي في عمر صغيرة إذ كانت لها تتعدى 11 سنة وبعد فترة بدأت الغناء بإصدار ألبومها الأول عام 2003 وابتعرت عن الغناء لمدة طويلة بالسبب دخولها في مرحلة اكتئاب بعد وفاة والدها وكانت المطربة شزا احتفلت بزواجها عام 2022 من خارج الوسط الفني يعني بعد سنتين تقريبا تم طلقها وكان الحفل الزواج في حفل بسيط ضم الأهل والأقارب والأصدقاء والمقربين واتعالوا نشوف مين الفنان اللي كشفت عن مرضه الخطير فوجئ جمهور الفنان هيسم شاكس 15 أغسطس 2019 بكشفه عن مروره بأزمة صحية خلال الفترة الماضية وإصابته بمرض خبيث وتعافيه منه ولم يكشف هيسم شاكرا عن تفاصيل مرضه واكتفى بإعلان أن هذا كان سبب غيابه لفترة طويلة عن الساحة الفنية لكن صديقته المطربة شزا قررت الحديث عن الأمر ونشرت صورتها مع شاكرا عبر حسابه على انستجرام وكتبت من بارح بيجي لي تليفونات اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيسم شاكرا قريبين وكنت عارفة وما قلتش على مرضه واللي أصلا بيشكك أن هيسم كان تعبان عموما علشان مش حينفع رض على كل المكالمات هيسم كان فعلا مريض بمرض خطير ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب والحمد لله هو تعافى بس هو لسه في حاجات كتير محروم منها وأهمها حاجة أساسية لأي كائم حي وهي نعمة الأكل هيسم لحد دلوقتي وحيفضل كده ما يقدرش يأكل بشكل طبيعي وده سبب اختفاءه كل الفترة دي وسبب أنه هو فقط كتير جدا من وزنه عموما ما حدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفي ومش معنى أن أي حد بينزل صور ولا بيبين أنه مبسوط أن دي بتكون الحقيقة كل واحد عنده حتة مستخبية محدش عارف عنها حاجة أنا كتبت كده علشان محدش يلومني ليه ما كنتش بقول وعموما برضو هيسم هو اللي ما كانش حابب حد يعرف حاجة عن كل معاناته دي علشان أصحاب النفوس المريضة ما يفهموش أنه هو بيعمل أي حوارات علشان يبرر بيها غيابه ولما قرر يعرف جمهوره وأصحابه عرفه وهو منور وفرحان بنجاح ألبومه اللي في وسط كل ده كان مهتم برضو ما ينزلش بأي حاجة وكان عنده إصرار يعمل ألبوم محترم هاشتاج مبروك هيسوم وحمد الله على سلامتك وافرح بتاعبك في ألبومك وبالناس اللي بتحبك ده البوست اللي رازلته النهاردة من ساعتين تقريبا وانا صورته وهو اللقاء في اكسترا نيوز باين عليه ان هو فقط وزن جامد وبردوانا خاسس أوي مع مريم فارس اليوم السابع تواصل مع النجمة هيسام شاكر والذي كشف في تصريحاته انه بالفعل اصيب بورم حديث في المعدة والقولون منذ ستة سنوات وتم استقصال جزء كبير من المعدة في لندن ثم استغرق فترة طويلة في التنقل ما بين العاصمة البريطانية ومصر العلاج وهو ما قد الى انخفاض وزنه بشكل كبير واضاف النجم الغنائي هيسام شاكر انه ارتزم الصمت طوال هذه السنوات لانه لا يريد ان يرى العطف عليه في عيون احد وتجنبا للكلام حوله حتى لا يقال انه يتاجر بمرضه واعرب نجم الغناء هيسام شاكر عن سعادته البالغة بردود الفعل القوية التي تلقا عن البومه الجديد معرفة قديمة والذي تصدر قائمة للمئة البوم الاكسر مبيعا في مصر متفوقا على العديد من النجوم البوم معرفة قديمة هيسام شاكر هيسام شاكر مولود خمستاشر يوليو الف وتسعمائة ثلاثة وتمانين مغني مصري وعشق الغناء منذ صغري حتى اكتشفه المنتج فايز غالي وفقدمه في اغنية سنجل وحققت نجاحا كبيرا انطلق بعدها لعالم النجومية بعدد الجميع الغنائية ناجحها اسمه بالكامل هيسام يحيى زاكي شاكر ولد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لابويني مصريين درس هندسة البترول اللي ابن حبه للفن دفعه الى خوض مجال الغناء وارتبط الفنان الشاب هيسام شاكر بالغناء منذ طفولته وبرزت مواهبتي والفنية وهو لا يزال في سنوات دراساته الاولى من خلال انشاده لاغاني الاطفال في الحفلات المدرسية باستمرار ابن الوز عوام المقولة التي تنطبق على محمد نجل الفنان هيسام شاكر الذي يظهر للمرة الاولى اعلاميا من خلال غناء في حب النادي الاهلي بعنوان جمهوره ده حماه. وكان ظهور محمد هيسام شاكر خلال غناء والده في حفل زفاف المستشار محمد نجل الدكتور محمد النائل عميد حقوق عين شمس الى عروساته نانسي. هيسام شاكر يرفض دائما ظهور اولاده في وسائل الاعلام الا ان موهبة نجلية جعلته يتخلى عن تلك الفكرة مؤقتة. وهنا ابن محمد وهو بيغني ابن الوز عوام واصل من نفسه. وهنا هيسام شاكر في الفرح. باين عليه اهوي انه خاسس جدا. ده فرح بتاع دكتور محمد نائل. اما شازا مولودة واحد وتلاتين يوليو الف وتسعمائة اربعة وتمانين مغنية وممثلة مصرية. ولدت في المولاقة العربية السعودية وعاشت هناك حتى بدأت حرب الخليج عام واحد وتسعين ورجعت لمصر واستقرد في القومية في الزقازيك. شازا ولدت في المولاقة العربية السعودية وعاشت هناك حتى بدأت حرب الخليج عام واحد وتسعين ورجعت لمصر واستقرد في القومية في الزقازيك. عاصمة محافظة الشرقية محل ميلاد والدتها. بعد الاستقرار في مصر اكملت تعلمها في مدرسة الشبان المسلمين في الزقازين. دي مطربة شازا. بعد ذلك حصلت على شهادة الصنوية العامة من مدرسة جمال عبد الناصر ودخلت اكاديمية العبور الخاصة وحصلت على شهادة ادارة الاعمال. وقالت الفنانة المصرية شازا ان وفاة والدتها كانت اصعب لحظة في حياتها. لانها كانت ترتبط بها بشدة. مشيرة لانها اكتشفت حب الناس لها في العزاء. حيث فوجئت بكم هائل من اصدقائيا وجمهورها جاءوا لمواساتها. هنا شازا. العزاء. وفي فبراير الفين واثناشر اقيم عزاء والدة الفنانة شازا بمسجد ربع العدوية من جينة ناصر. وقد بدأت شازا في تلقي العزاء من اصدقائها عقب انتهاء صلاة المغرب. مباشرة. وقد حضر عدد كبير من الفنانين على غصوم الفنان محمد فؤاد. كما حضر ايضا من النجوم كل من الفنان حسام حبيب ومجد القاسم ونسرين امام وماروة ناصر. ساندي وزينة واحمد العطار اما اكثر ما لفت الانظار في عزاء والدة الفنانة شازا هو ظهور المقدم اركان حرب حسين شريف الشهير بالرجل الورى عمر سليمان. ده حسين شريف. الرجل الورى عمر سليمان جاي يعز. وكانت ولدت شازا قد وفاتها المانية بعد اصراع طويل مع مرض السرطان وتعرضها لوعكة صحية مفاجئة ادت الى ضرورة نقلها للمستشفى حتى فاضت روحها الى ربها. هنا شازا اصناء العزاء. كان فيه صدمة تانية. هنا محمد فهد. هنشوف الصدمة التانية اللي وصيبت بها شازا. وقد توفيها في ابريل الفين واربعتاشر الاستاذ من دوع غريب والد المطربة المصرية شازا اسرحالس سيارة قليل. شازا ابنته الوحيدة وليس لها عشق. يعني بعد والدتها متوفت بسنتين رحل والدها. وكانت قد فجرت والدها منذ خمس سنوات سبب لها فقدان والدتها حينها صدمة كبيرة خاصة انها توفيت بشكل مفاجئة. في سنتين فقرة والدها هو والدتها. وحرص على كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنانة الشازا في وفاة والدها حيث وقيمها بمسجد العشدان بمدينة نصر. من حوالي خبا السنين. وكسل حزن وجوه الفنانات بينما لم تتمالك شازا نفسها وانهرت خلال التلقيه على العزاء. وحضر العزاء المطربة ماروة ناصر وزوجها. هنباين التأثر على اللي بيعزوا. لو اعجبكم الفيديو رحيك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم بكل جديد. وشكرا لكل المحبيين والمشاهدين.